عبر سطور الدكتورة سناء الشعلان فلسطينية أردنية تعيش في الأردن دكتورة سناء الشعلان أديبة وناقضة وإعلامية أردنية من أصول فلسطينية ومراصلة صحفية لبعض المجلات العربية وناشطة في قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفولة والعدالة الاجتماعية تعمل أستاذة للأدب الحديث في الجامعة الأردنية حاصلة على درجة الدكتورة في الأدب الحديث ونقضه وبدرجة امتياز وعضو في كثير من المحافل الأدبية أيضا رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب وجمعية النقاد الأردنيين وجمعية المترجمين الدوليين وغيرها حاصلة على نحو 63 جائزة دولية وعربية ومحلية في حقول الرواية والقصة القصيرة والمسرح وأدب الأطفال والبحث العلمي كما لها الكثير من المسرحيات المنشورة والممثلة والحاصلة على جوائز كما ذكرنا الدكتورة سناء شعلان حاصلة على الكثير من الجوائز الأدبية في القصص القصيرة والروايات والتمثليات والمسرح وأتت إلى أستراليا من قبل بدعوة من قبل وزارة الترابية والتعليم واستأنسنا بوجودها بالمحاضرات الثقافية وندوات وتعلمنا منها كثيرا أسلوب التحاور مع الآخرين تعليم الأساتذة من أصل عربي ويعلمون لغة العربية مادة لغة العربية كيفية التواصل مع أبناء الجيل الجديد وأبناء الجيل الذين يتحدثون اللغة العربية كما حصلت أيضا على درع الطالب المتميز أكاديميا وأبداعيا للعام 2005 ولها 53 مؤلفا منشورا بين كتاب نقضي متخصص ورواية ومجموعة قصصية وقصة أطفال إلى جانب المئات من الدراسات والمقالات والأبحاث المنشورة فضلا عن الكثير من الأعمدة السابتة في كثير من الصحف والدوريات المحلية والعربية كما لها مشاركات واسعة في مؤتمرات محلية وعربية وعالمية في قضايا الأدب والنقد والتراث وحقوق الإنسان والبيئة إلى جانب عضوية لجانها العلمية والتحكمية الإعلامية وموثلة لكثير من المؤسسات وجهة الثقافية والحقوقية وهي الشريكة في كثير من المشاريع العربية الثقافية ترجمة أعمالها إلى الكثير من اللغات ونالت الكثير من التكريمات والدرعات والألقاب الفخرية كما تم ترجمة كتاب لها من قبل الأستاذ الذي يعيش في سبني الأستاذ الذي نحبه ونقدره جدا الأستاذ الذي علمنا كيفية التعليم أبناء الجالية العربية كان يقضي وقتا طويل ليدرسنا كيفية التعامل مع الطلاب والمنهج والسيليبس والكريكم لغة العربية كان مسؤول عن العديد من المدارس لتعليم الأساتذة كيفية التواصل وتعليم التلاميذ مادة اللغة العربية كجزء من مادة السنوية العامة هو الأستاذ القدير المبدع الأستاذ عدنان القصير الذي ترجمة الرواية أو الكتاب لها بعنوان The Convoy of Thirst Translated by عدنان قصير نسكن من أعمالها ومؤلفتها السقوط في الشمس زرياب الجدار الزجاجي ابن تيميمة تراتيل الماء عباس بن فرناز الضياع في عيني رجل الجبل الذين لا ينومون أكاذيب النساء الدرب إليهم قالت النساء أعشقني أنا قرأت هذه الرواية وعجبتني جدا جدا أعشقني في بعض في شو اسمه اتجاه لعالم آخر رؤية هالأديبة الكاتبة المثقفة الذي نفتخر بها الدكتورة سناء الشعلان كيف كتبت أو أبدعت في فكرة أعشقني أدركها النسيان أيضا وكما ذكرنا الدكتورة لها العديد من الأشياء التي قدمتها والناس جميعا في كل البلاد يدعونها لإقامة مؤتمرات والاستفادة من ثقافتها وأدبها نحن فخرون بك الدكتورة سناء الشعلان وتمنى رؤيتك مجددا في أستراليا لنستمتع بأدبك وثقافتك والتحور معك معكم عبره شوفوا نحن وين نبيها حدارة كنا مع الدكتورة سناء الشعلان في سطور عبره برنامج شوفوا نحن وين من ضمن ثقرة مشوار حياة ترجمة نانسي قنقر